يبدو أن موعد الانتخابات في ليبيا سيؤجل مرة أخرى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد تقترح تأجيل موعد الاقتراع إلى الرابع والعشرين من يناير العام المقبل المفوضية قالت في بيان إن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم الرابع والعشرين من نجمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي قد اقترح مطلع هذا الشهر تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل حيث حذر نائب رئيس المجلس عمر بوشاح من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية سيعصف بالعملية السياسية برمتها بسبب التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية وقدمت عدة شخصيات بارزة ترشيحاتها للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيساً عبر الاقتراع المباشر ترجمة نانسي قنقر